شهور من التأجيل انتهت الأربعاء بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان ورواتب موظفيه سريعا أبدأ أعضاء في الحزب الديموقراطي كردستاني تحفظهم وقالوا إنه قد أقصى أقليات إقليم كردستان من المسيحين والتركمان عن المشهد الانتخابي فيما رحب الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب الدعوة بالقرار ووصفه بأنه منصف خاصة وأنه اعتبر الإقليم أربع دوائر منفصلة وليس دائرة واحدة عبر العودة إلى قانون انتخابات الإقليم المقرر سنة 92 وتسعمائة وألف وإلغاء التعديلات المقرة بعد هذا التاريخ كان الحزب واحد مستفيد من قانون الانتخابات استفادة غير طبيعية لذلك نعتقد بأن في حال إجراء الانتخابات ستعيد المقاعد البرلماني إلى حالته الطبيعية وسيكون هناك خارطة نيابية حقيقية نص قرار المحكمة أيضا على إلزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان عبر توطينها في المصارف الاتحادية حصرا وتزديد حكومة الإقليم كافة وارداتها الاتحادية إلى الخزينة العامة قرار اعتبره خبراء الاقتصاد بمثابة فك لارتباط موظفي الإقليم مع أربيل وإلحاقهم ماليا ببغداد وأنه سيحقق استقرارا في العلاقة بين بغداد وأربيل إلى جانب إسهامه في تعزيز مستوى الشفافية في قوائم موظفي الإقليم وإنهاء الاتهامات بوجود أسماء وهمية سيحتبط الإقليم بسلطة في التعيين في العزل في العقوبات الإدارية فمن حيث الإدارة ستكون هي من صلاحية الإقليم لكن من حيث تزديد المستحقات خاصة أنها أدرجت في موازنة العراق كبير لتعاوضات الموظفين فالحكومة ملزمة بتزديد هذه الرواتب بشكل فوري من خلال التوطين وهذه إشارة واضحة بأننا لن نسمح للفساد بموظفين مهميين أو متقاعدين غير حقيقيين هذا الموضوع يفترض أن يعمم على جميع الوزارات الاتحادية ويكون هو بوابة للسيطرة على الحياة الاقتصادية شكل ملف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان على مدى أكثر من 14 عاما أزمة بين بغداد وأربيل وذلك نتيجة الخلاف بين الطرفين على تسليم إيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وهو أمر ربما سينتهي في حال التزمت أربيل بمخرجات المحكمة الاتحادية يوسف الحسيني الحرة أربيل